موسيقى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الكلام في مسألة أن من مبطلات الصوم تعمد الكذب على الله تبارك وتعالى أو النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة عليهم السلام على الخلاف بين الفقهاء في كون ذلك فتوى أو أنه من الاحتياط الوجوب عندنا مسألة مهمة وهي لو أن الإنسان تعمد أن يكذب على النبي صلى الله عليه وآله من دون فرق كذب عليه في أمر ديني أو دنيوي في قول أو فعل أو صفة كذب عليه بالقول أو بالكتابة كل ذلك لا فرق من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو على أحد الأئمة المعصومين عليهم السلام وبعد ذلك اكتشف أن ما قاله هو الصدق كان يعتقد أن هذا الحديث أو هذه الرواية هي كذب لم يقلها النبي صلى الله عليه وآله الجواب بعض الفقهاء كالسيد الخمنائي يقول لا يضر بما أنه تبين أنه صادق فلا يقدح في صحة الصوم بعض الفقهاء يقول هذا الفارض يرجع إلى مسألة وهي أنه لو أن الصائم قصد المفطر مع العلم أنه مفطر من دون أن يرتكبه هل يقدح في صحة الصوم أو لا مثلا لو افترضنا أن الإنسان الصائم نواء يأكل ويعلم أن الأكل من مبطلات الصوم لكنه لم يأكل لاحظوا نواء يأكل لكنه لم يأكل هذا يضر بصومه أو لا هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء بعض الفقهاء يقول من نواء ارتكاب المفطر مع العلم بأنه مفطر حتى وإن لم يرتكب هذا يقدح في صحة صومه كذلك نقول تعمد أن يكذب على الله أو على النبي أو على أهل البيت عليهم السلام وبان الصدق هذا يرجع إلى أنه نواء ارتكاب المفطر وبالتالي عند مجموعة من الفقهاء كالسيد الخوئي كالشيخ الوحيد كالسيد السستاني يقدح في صحة صومه خلافا للسيد الخمنائي كما ذكرنا وصلى الله على محمد وآهل بيته الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر